اليوم ذهبت إلى أحسائيات القناة وبالتحديد إلى المتابعين الذين قاموا بالاشتراك في قناتي فوجدت أن الثمانين في المائة من القنوات التي تتابعني تعاني من نفس المشكلة وهي سيو يوتيوب أو تحسين محركات البحث على اليوتيوب أو التطابق على اليوتيوب كما يحلل البعض تسمياتي فبعض القنوات تتحصل على العشرة في المائة وقنوات أخرى تتحصل على عشرون في المائة وقناة أخرى تتحصل على 0% مما يعني أن هؤلاء الثمانين في المائة لا يعرفون كيفية تحسين محركات البحث على منصة اليوتيوب لذلك في هذا الفيديو سوف نقوم بحل هذه المشكلة وسوف نتعلم كيفية تحسين محركات البحث على منصة اليوتيوب والحصول أيضا على 100% في سيو يوتيوب لذلك شباب تابعوا معي هذه الحلقة خطوة بخطوة حتى تتعلموا كيفية تحسين محركات البحث على اليوتيوب هذه صفحة ستوديو يوتيوب لقناة أسرار اليوتوب سنذهب هنا إلى الأسفل قليلا وهذه خانة المشتركين في قناتي سأضغط هنا على 2 officially وبعد ذلك سأقوم باختيار هذه القناة الأولى هذه هي القناة وهذه الاستراتيجية التي سنقوم بشرحها فعالة على كل القنوات وفعالة على كل المجالات أيضا هذه القناة سنذهب هنا إلى فيديو سنختار على سبيل المثال أحد هذه الفيديوات سنذهب على سبيل المثال إلى هذا الفيديو طريقة عمل سمك البلتي هذا الفيديو تحصل على 2000 مشاهدة ومنذ 13 يوم اخترت هذا الفيديو لأن هذه السيدة قامت بنشر هذا الفيديو منذ مدة يعني منذ 13 يوم سأقوم بتشغيله هذا أعلان كما تشاهدون على هذه القناة رغم أن هذه القناة كما تشاهدون هنا لم تحقق الدخل بعد لكن وجدوا علي أعلان مما يدل على أن هذه القناة لم تقوم بمخالفة سياسة اليوتيوب هذا جيد وشاهدوا هنا في أداة توبادي المجانية وهذه الأداة مهمة ومهمة جدا لإضافتي على متصفحاتكم حتى تتعرفوا على نتائج سيو اليوتيوب هذه الأخت استعملت هذه الكلمة الرئيسية طريقة عمل سمك البلتي ككلمة رئيسية على الفيديو الخاص بها سأخذها وكوبي سنضب هنا ونشاهد أي كلمة مفتاحية شاهدوا هنا أن هذه الأخت لم تستعمل كلمات مفتاحية على الفيديو الخاص بها مما أثرت على المشاهدات حتى وإن تحصلت على 2000 مشاهدة مع سكور سيو 5% وهو قليل جدا وأيضا لم تضع الكلمات المفتاحية على الفيديو الخاص بها مما يدل على أن هذه الكلمة المفتاحية قوية وقوية جدا يعني أن هذه الأخت لو قامت بسيول صحيح على الفيديو الخاص بها واستعملت أيضاً أي كلمة تفائسية على الفيديو الخاص بها ستتحصل على مشاهدات أكثر من ألفين مشاهدة سنقوم بالبحث على هذه الكلمة على منصة اليوتيوب سأذهب هنا وأقوم بفتح منصة اليوتيوب ثم سأضع هذه الكلمة المفتحية لأقوم بالبحث عليها شاهدوا هذه القناة متصدرة لنتائج البحث ومتحصلة على 1.3 مليون مشاهدة مما يدل على أن هذه الكلمة المفتحية عليها بحث كبير على منصة اليوتيوب سأذهب إلى الفيديو الثاني هذا الفيديو الثاني تحصل على مليون مشاهدة وهذا الفيديو الثالث تحصل أيضاً على مليون مشاهدة لكن هنا لا يوجد جديد هذه الأخت في محركات البحث كما تشاهدون أقوم الفيديو هنا في الأسفل يعني هذه الأخت تستطيع تصدر نتائج البحث وإن تصدرت نتائج البحث على الأقل في الخمسة الفيديوهات الأولى سوف تتحصل على مشاهدات كبيرة وكبيرة جدا الآن سأريك بالطريقة لتصدر نتائج البحث أو لتحسين محركات البحث حتى يظهر هذا الفيديو ضمن الخمسة الفيديوهات الأولى على منصة اليوتيوب والآن تأكد بأن الكلمة المفتحية التي سنقوم باستهدافة قوية ويبحث عليها أي كثير من الأشخاص على منصة اليوتيوب هذه هي الكلمة المفتحية طريقة عمل سمك البلدي وتلاحظون هنا أن سيو السكور على أداة توب بادي 1% كيف علي تحسين هذا السيو؟ أولا في العنوان هنا هذه الخانة العنوان وبعد ذلك هنا هذه الخانة الوصف أولا في العنوان علي باستعمال الكلمة المفتحية المستهدفة من الأول سأضعه هنا شاهد هنا عند وضع الكلمة المفتحية المستهدفة في العنوان تحصلت على 61% من التطابق أو سيو اليوتيوب بوضع الكلمة المفتحية المستهدفة في أول العنوان سأعود إلى فيديو الأخت واقوموا بإتمام الجزء الآخر من العنوان ثم أعود هنا واقوموا بوضع الجزء الآخر هكذا جيد طريقة عمل سمك البلتي المقرمش في المطبخ الترك يعني هنا شباب علينا بوضع دائما الكلمة المفتاحية المستهدفة في أول العنوان الآن سنبدو بكتابة الوصف على سبيل المثال سأكتبه كذا في هذا الفيديو سنشرح طريقة عمل السمك البلتي شاهدوا هنا تحصلت على 82% لأني وضعت الكلمة المفتاحية أيضا في الوصف لكن وضعت الكلمة الرئيسية المستهدفة بعد في هذا الفيديو سنشرح بعد ثلاثة كلمات وهذا يعني إذا وضعنا الكلمة الرئيسية المستهدفة بعد ثلاثة كلمات أيضا سنقوم بالترفيع في تحسين محركات البحر لن نستطيع وضع الكلمة المفتاحية بعد خمسة أو ستة كلمات أقصى تقدير بعد ثلاثة كلمات مثل ما فعلت أنا هنا في هذا الفيديو سنشرح طريقة عمل السمك البلتي هل هذا كافي؟ بالطبع ليس كافي لأننا إذا ذهبنا إلى الأسفل شاهدوا هنا هذه الخانة سنقوم بترجمتها قم بتضمين مطابقة جزئية لكلمتك الرئيسية المستهدفة في الوصف يعني سنقوم بكتابة أسطر أخرى ونضع فيها أيضا الكلمة المفتاحية وأنا على سبيل المثال سأقوم بإضافة هذه الأسطر شاهدوا هنا تحصلت على 91% بأي الجملة التي قمت بإضافتها قمت بإضافة هذه الجملة وبعد إنهائك لهذا الفيديو ستتعلم تاريخ الطبخ سمك البلتي هنا وضعت سمك البلتي تابعنا حتى تتعرف على طريق تعمل سمك البلتي وهنا كما تشاهدون قمت بتحسين معركات البحر شاهدوا هنا كل هذه الخانات خضراء هذه الطريقة بالطريقة المدفوعة لكن تستطيعون أيضا استعمالها بالطريقة المجانية ماذا عليكم فعله هو وضع أي كلمة رئيسية في أول العنوان وبعد ذلك إضافة جزء آخر من العنوان يكون جزء تحفيزي ثم بعد ذلك نذهب إلى الوصف ونقوم أيضا بوضع الكلمة المستهدفة الرئيسية بعد ثلاثة كلمات أو بعد كلمتين ثم أيضا نقوم بإضافة جملة أو جملتين بها الكلمة المفتاحية هذا كل ما عليكم فعله بعد ذلك سنذهب إلى صندوق الكلمات الرئيسية التي لم تقم هذه الأخت بإضافتها إلى الفيديو الخاص بها سأضغطنا على ناكست وهذا هو صندوق الكلمات المفتاحية ماذا علينا فعله أولا علينا بإضافة الكلمة الرئيسية المستهدفة في أول الكلمات في صندوق الكلمات المفتاحية سأضغطنا على هذه الخارة الزرقاء وشاهدوا أول كلمة هي طريقة عمل سمك البلتي وقمنا بالترفيع في تحسين محركات البحر إلى 95% الآن علينا بإضافة كلمات مفتاحية أخرى شاهدونا بالطريقة المدفوعة يعطينا كلمات مفتاحية أخرى مطابقة لهذه الكلمة المفتاحية الرئيسية نستطيع إضافتها وبعد خليل سأريكم كيف تجدون هذه الكلمات الرئيسية بالطريقة المجانية سأقوم أولا بإضافة هذه الكلمات حتى أتحصل على 100% وكما تشاهدون تحصلت على 100% من تحسين محركات البحث أو من التطابق بين العنوان الوصف والكلمات المفتاحية لو استعملت هذه الأخت هذه الطريقة سوف تتصدر نتائج البحث على الأقل سيكون الفيديو الخاص بها في المرتبة الثانية أو في المرتبة الثالثة وبالتالي ستحصل على المشاهدات أكثر وستنمو قناتها بسرعة بعد ذلك ننغط هنا على ناكست وشاهد هنا هذا هو الفيديو الذي كنت عليه بالتجربة تصدرت نتيجة البحث وهذا الفيديو الذي رأيناه في الأول والذي تحصل على أكثر من مليون مشاهدة هو في المرتبة الثانية وهذا الفيديو في المرتبة الثالثة إذن جباب سنقوم بملاقص سريع ماذا على هذه السيدة القيام به لتحسين محركات البحث أولا ستضع الكلمة الرئيسية المستهدفة وهي تاريخ عمل سمك البلتي في أول العنوان وهنا قامت بوضعه بعد ذلك ستقوم بإضافة الوصف سأذهب إلى الوصف الخاص بها هذا ما كتبت في الوصف أحلى وجبة سمك في المطبخ التركي أو وشك ومن الأفضل لو كتبت في هذا الفيديو سنقوم بشرح طريقة عمل سمك البلتي تابعنا في هذا الفيديو لتتعرف على كيفية طبخ طبخ منها سمك البلتي وأيضا على سبيل المثال بعد إنهائك لهذا الفيديو سواء تتعلم طريقة عمل سمك البلتي لو قامت بوصف مثل هذا أو لو كتبت وصف آخر به هذه الكلمة المفتاحية لقامت بتحسين محركات البحث للفيديو الخاص بها بعد ذلك أيضا هنا لم تضع أي كلمات المفتاحية كان عليها أن تضع تاريخ عمل سمك البلتي ككلمة أولى مستهدفة في صندوق الكلمات المفتاحية الرئيسية وبعد ذلك بأنها ليس لها آدات تبادي المدفوعة ستقوم بالبحث عليها في متصفح يوتيوب هكذا ستضع الكلمة المفتاحية هكذا وشاهدوا كم من كلمة رئيسية سيقدموا على اليوتيوب تاريخ تعمل سمك البلتي تاريخ تعمل سمك البلتي المشوي في الفرن تاريخ تعمل سمك البلتي سينية في الفرن تاريخ تعمل سمك البلتي المشوي تاريخ تعمل سمك البلتي المقلي وتقوم بإضافة كل هذه الكلمات إلى جانب الكلمة الرئيسية المستهدفة وتاريخ تعمل سمك البلتي في الأول في المرتبة الأولى وبعد ذلك إضافة كل هذه الكلمات أيضا كيفية إيجاد الكلمة الرئيسية قمنا بشارعها على قناتنا في اليوتيوب وسنضع لكم رابط تلك الحلقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو تستطيعون مشاهدتها لإيجاد كلمات رئيسية قوية وقوية جدا تستطيعون استهداف بها فيديواتكم إذا قمتم شباب بتطبيق هذه الطريقة على فيديواتكم سوف تتصدرون نتائج البحث أو بالأهرة سوف تحسنون من محركات البحث وأيضا سوف تظهروا فيديواتكم في المراتب الأولى على منصة اليوتيوب وبذلك ستتحصلون على مشاهدات أكبر وأيضا ستنمو قنواتكم بطريقة أسرع إلى هنا يا شباب نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الشرح واضح كما أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله